قال صندوق النقد الدولي إن تسعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في إفادة صحفية إن صندوق النقد يتابع بقلق بالغ الوضع في جنوب لبنان وضيفة أن احتمال تسعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين على المنطقة وخارجها ترجمة نانسي قنقر